السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة و اقتراح جديد ان شاء الله يلقيكم هذا الفيديو في تمام الصحة و الهافية وصفتنا اليوم سوف نصيب معكم واحد الكيك يجي رائع جدا يمكن ايضا نقدمه كتحلية في رمضان يجيبنين بزاف واحدة جانس دير نكهات اللي يدري في هذا الكيك يجعله رائع و مميز بخواوا مع الفيديو و اشتركوا الطريقة و مقادر بسم الله على بركة الله نبدأ و افتح ذير الوصفة اول حاجة نأخذ هنا واحد المول اللي غان نصيب فيه اول طبقة ليه طبقة الكيك غان ندير فيها شوية ديال الزيت ممكن نديره كدلك الزبدة و غان ندهن به قاعد ديال هاد البول و جانبات غيشي شوية و غان نرشي عليه الدقيق على هاد الشكل من بعد ما اه رشيت عليه الدقيق غان نزول اذا الزائد او للفائض و نخليه على جنب باش نبدأ وفتح ذير هاد الكيك هاد الكيك اللي غان نصيب معكم كيجي مميز و مخالف على الكيك العاديين اول حاجة غان ناخد هنا ايه واحد البيضاء طبي حتى الحال تكون بحارة المطبخ كذلك كيس ديال سكر فانيليا و لكن ممكن تعوده بقشور الليمون ايه اول البرتقال قبيصة ديال الملح باش نعد له الدوء ثلاث ملاعق ديال السكر حبيبات غان ناخد المكونات غير بالطراب اليدوي حتى ندوبه السكر ما نحتاجوش نهائيا طراب الكهربائي اول الخلاط الكهربائي من بعد غان نضيف هاد المرحلة اه ثلاث ملاعق ديال الزيت وثلاث ملاعق ديال الحليب وكيما كاتشوفو هنا اخديت واحد العلبة ديال نصف لتر غان ناخد منها ثلاث ملاعق باش نصيب بهم الكيك والبقية غان نحتفت به باش نصيب به الكريمة كنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى يتجانسو وغنضيفو في هاد المرحلة النواشيف كذلك غان نحتاج ثلاث ملاعق ديال الدقيق لكن انا غنضيف دقيق دريجين غنضيف الوجوجوش ملاعق حتى نخلطو مع بقية المكونات ومن بعد غنضيف الملعقة الثالثة والاخيرة بعد ما حصلت على هاد القوام ركيجي القوام ديال هاد الكيك خفيف شوية ومن بعد غنضيف خميرة كيماوية غناخد واحد الكيس ديال 8 جرام ما غنستعملوش كامل غنستعمل فقط نصف ملعقة صغيرة وغنضيفها على الخالط ونخلطها مزيان بالنسبة هنالخميرة كيماوي كنخليها حتى كالخربش كيبقى المفعول ديالها وكتعطينا نتيجة ليه مزيانة سوف يغننصب هاد الكيك او لهاد الخالط عفوان في المول وغنوزعوه مزيان مزيان على هاد المول باش نحصل على طبقة اللي هي متساوية وصطح اللي هو متساوي بالنسبة لطريقة طياب ربناتك اي كيك نسخل الفران هو الاول مقبل بداية او لقبل ما نخلط الكيك و ندخل الفران على درجة 180 دوغر سيشيو سيكون قنارين ملتحت فقط حتى كي يطيب ملتحت وكنش على الفوق هنضفت واحد لإضافة كيك مميز هو كوكاو مهرمش ومحمر ممكن تعوضه باللوز ولا اي مكساة صارح كي يعطيه هاد البنة اللي هي واعرة ونخلي الكيك ديالنا يطيب بالنسبة للكريمة ناخد نصف لتر نصف لتر هو اللي غنصيب به الكريمة غنضير في واحد الكسرو ومن بعد غنضير ثلاثة المعالقة السكر ثلاثة ملاعق النشاء او لا ممكن تعوضه بودرة كخيم باتيسيا او لا ممكن ايضا تستعملوا دقيق ابيض ولكن يكون من نوعية جيدة باش تحصلوا على نتيجة ليه يمسيانة كذلك كيس سكر الفانيليا وممكن تعوضه بقشور الليمون او البرتقال المهم هو الكريمة باش ما بغيتو بطبيعة لحال طريقة طياب نخلط المكونات كاملين للبارد ونضعو فوقنار لتكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى نحصلوا على هاد القوام يعني وسط منه يتلعو الفوقعات كتكون الكريمة ديالنا جاهزة هنا مشالي واحد المقطع كريمة مرمع زولتها من فوق النار اضفت لها ست مربع ست مربع شوكولاتة بيضاء وخلطها معهم هذه الاضافة الاختيارية فقط هنا كندل الكريمة من فوق الطبقة ديال الكيك ونحاول نوزها بشكل اللي هو متساوي ونضرب الموض على سطح العمل باش نحصل على سطح اللي هو مقاد ندوزول اخر طبقة الكراميل مميزة بزاف وواعرة ممكن تستعملها في التحليات اول حاجة كأس الا ربع ديال السكر حبيبات وضعه في واحد الميقلات وكذلك بالموازات مع هاد شي غناخد واحد الملعقة كبيرة ديال نشاء نضيفها على ربعين مليلتر ديال الماء اي مي عادي ربع كأس ديال الماء عادي ديال الصنبور كنخلطهم زيان وكنخليهم على جانب ندوزو باش ندوبو السكر نسبة لطريقة تدويب السكر فهي سهلة تبعوهات نصائح باش نتنجح معاكم هنا كما كتشوفو السكر ديال نركن ندوبوه على شكل حركات دائرية ما كنستعملوش لملعقة خشبية لملعقة مادينية في هذه المرحلة ونار تكون مهيلة هاتي اهم حاجة نار تكون مهيلة باش ما يتحرق لكم السكر فاش كي بللينا تقريبا السكر تسعين في المياه ديال الوداب نستعملو ملاقة خشبية باش نحاولو نسرعوه عملية تدويب ديالو بعد ما داب غنضيف هاد المرحلة كأس الى ربع ديال الماء مغلي يعني ماء يكون سخون بزيان وبطبيعة الحال اللي حضافاش غنضيف الماء حاولو تزولو وجهكم تحيدوه باش ما تتحرقوش او العفون ذاك البوخار اللي كيتلع من كرامير ركي يكون سخون بزيان كما كاتشوفوه بعد ما ضفنا الماء ركي يعود هاداك السكر كيتتحجر من جديد غيصه مروف التحليك من جديد على نار دائما تكون مهيله حتى يدوب كامل هنا غنضيفو ديال معلقه ديال نشالك اللي كنا خلطناها مع 4 كاس ديال الماء وكن بدهو نحركو هادا الصلصه ديالنا كنحصلو على هاد الشكل صلصه ديالنا صارحه صلصه ديالك تجيب وعره بزاف ممكن استعملوها بزاف ديال الوصفات منهم كذلك التحليات يعني كيجي شكل ديالها شفاف ولديدة كذلك في نفس الوقت كنضيفوها على طبقه ديال الكريمه وكنحاول نمزعوها بشكل متساوي هالطبقه ديال الكراميل ما كتجيش قاسحه و جامده بحال طبقه يعني ما كتجيش شده فراسحه بحال طبقه ديال الكريمه كتبقه شوية كريمية وختبقه يعني نخليوها في تلاجة موضه طويله هنا غا نحاول نقطع معاكم باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل انا ما دخلت هاج نهائيا لتلاجة لانهو خفت الضوء يمشي وبيتنوريكم النتيجة وتشوفوها مزيان بالنسبة للزين انا غا نستعمل شوية ديال الكوكا ومهرمش ومحمر ممكن تستعملو كذلك اللوز او لا الكوك او لا اي حاجة مهم البنات او لا ممكن قعمة زين وها تقدموها حيث كتجي الديده بسهل هدا هو الشكل ديالها كتجي صراحه رائع جدا وبنينا وصراح هذا المدق ديال الكراميل مع المدق ديال الكوكا ولا الفوز ولا الفوز السوداني كيتواتو مع بعضياتهم صراح كيجوز زويني زويني بسهل واتمنى هاد الكيك تجربوه حيث كيجي واعر وكذلك ممكن تقدموه كذلك كتحليا في رمضان ويلا اعجبوكم بحال هاد الوصفات خليوهم ليه في التعليق ان شاء الله انقدم لكم المزيد من هاد النوع ديال الكيكات لانهم كيجوز ساهلين بسهل وفي نفس الوقت ماشي مكلفين لا في الوقت لا في الجهد لا في المال انا غا نحاول نوريكم كذلك قطحة اخرى باش تشوفوها عن قرب كيفاش تجي وهنا وصلت النهاية ديالفيديو متنساونيش من لايكاتي لعجبتكم الوصفة وإلى ما زل ما مشتركينش اشتركوا في القناة واخليوا لي اشتركوا في القناة واخليكم الى فيديو والى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة